طب بالمناسبة اقول لي كده بسرعة. وسامة ابو عالي ولا مودست ولا كهربة? وسامة ابو عالي قولاً واحداً هو لعيب مختلف تماماً عن كل لعيب النادي الاهلي الفراودة. وتعالى نشوف بسرعة. نعرف الوقت. لا لا. لسه ما انا حب. ماشي. عشان نتكلم نقول هو ليه وسامة ابو عالي مختلف عن محمود عبد المنعم كهربة ومودست. ببساطة شديدة وسامة ابو عالي فروت زي ما الكتاب بيقول. فالرجل بيعرف اتحرك ازاي? يعرف ياخد القرار امتى? بيعرف اتحرك في المساحة امتى? اتحرك في بلايند سايد للمدافع. ان المدافع ما يشوفوش. هو ده. تعالى نشوف بعض اللقطات اللي لعيب النادي الاهلي في المباراة الاولانية. تعالى بص على كريم الدبيس. بص على كهربة. اول ما الكرة تلعبت له. سيء جداً من كهربة وقاة كرة لعمر السلية. انا مش عاوز ازم كهربة. كهربة يا ما كسب النادي الاهلي. بس في حاجات مش بتاعت كهربة نفس الكلام هنا الكرة اول ما اتقطعت. هنا في دهر الدفاع. اتلاعبة الكرة نفس الكلام لطائر محمد طار. عاوز هنا عمر كمال عبدو واحد امرقص. كرة لسه جمال جايبة كهربة برضو نط وخد الكرة بطريقة غريبة جدا وجد في إيدة حسبت هند بقول عليه تعال بقى نشوف الفرق وتحتى بص الكرة دي يا كريم هنا بص مودست ويسام أبو علي بيقول له بص يا كريم الكرة دي هنا بيقول له العبى بدماغه اللي هو يعني مفروض ان هو العب تعال بقى نتفرج على آخر كرة دي قبل ما مين ينزل نفس الكلام برضو زي ما الكتاب يقول من كهربا من عمر كمان عبدالواحد وكهربا بيضيع الكرة تعال بقى نتفرج على الكرة دي المودست عشان تعرف الفرق اللي ما بينه وما بينه وسام أبو علي نفس الكلام مودست الكرة دي اتكلمت معاك فيها قبل كده ان الراجل مش جاهز والسويتش اللي عمله او الترن اللي عمله كان سيء جدا تعال بقى نتفرج على وسام أبو علي اول ما نزل وسام أبو علي عمل ايه واحدة واحدة هنا اول ما عمر كمان عبدالواحد يستلم الكرة بس ارجع لي بقى لحظة قبل ما الأوفر يتلعب لحظة قبل ما الأوفر يتلعب عاوزك تبص على تحركات كريم وسام أبو علي فيه كده دي لي عمله في جزء من سنة كمان قبل ما عمر كمان عبدالواحد يرفع اول ما استلم الكرة بالراحة كده خالص هتلاقي ان هو وقف ما راحش ما ضغطش عارف ليه علشان اول ما الأوفر يتلعب الخطوتين تلاتة دول يدوني الجنب والقوة ان انا قدر عمل التيك اوف سلام فاول ما الأوفر تلعب اما الراجل طلع من الدول الرابع محمودة شاكرة فنانة شوف الحالة اللي بعدها على طول هو ده الفيرود هو ده الفيرود المفروض يبقى مزعج واقعات جهة 18 بداية المدفعين عمل ازعاج كبير جدا اول ما الكرة اللي بعدها برضو هنشوف وسام أبو علي مهاجم عنده حركية كبيرة جدا نفس الكلام هنا اول ما الكرة تلعب بص وسام أبو علي راح يتحرك فينا كريم هو على طول ام قطم والقرار على طول واخده ام شايت تعمل عليها بلوك بس فيه قرار وفيه ان انا عارف انا باجري فينه وبتحرك فيه نفس الكرة دي برضو نفس الكلام هنا اول ما تلعبت الكرة قام الراجل ناطط واخد الكرة عامل أسست الكهرباء بس ما كانش فيه لينك ما بينه ما بين كهرباء فاحنا بنتكلم على فيرود مزعج جدا جدا للنادي الأهلي لو تلعب واستغليت امكانياته سام أبو علي ازعاج كبير جدا سواء النادي الأهلي بيلعب تحت الكرة او بيلعب فوق كرة وسام أبو علي فيرود الأهلي بس للأسف الليل عبو تحت